أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذا الفيديو التعريفي الذي سيعرض ويوضح علامة التبويب المواقع ضمن نموذج مقترح المشروع في نظام إدارة المنح الموحد تتيح لك علامة التبويب المواقع تحديد المواقع الجغرافية التي سيتم استهدافها من خلال المشروع وتخصيص قيمة الموازنة والأشخاص المستهدفين لكل موقع مضاف يتم ضبط المعلومات هنا وفقاً للبيانات الواردة في ثلاث علامات تبويب سابق كما يلي أولاً البيانات الواردة تحت علامة التبويب الإطار المنطقي حيث يجب عليكم إضافة كافة الأنشطة المراد تنفيذها في كل موقع من ثم البيانات الواردة تحت علامة التبويب الأشخاص المستهدفون والعدد الإجمالي للنساء والفتيات والرجال والفتيان لكل قطاع وأخيراً البيانات الواردة تحت علامة التبويب الموازنة والتي توضح حصة الموازنة المخصصة لكل قطاع وما يعادلها بالدولار الأمريكي يجب أن تكون الأعداد المضافة في علامة التبويب المواقع متوافقة مع كافة البيانات التي تم إدخالها مسبقاً في علامات التبويب الثلاث يرجى التأكد من تعبئة كافة المعلومات الواردة تحت علامات التبويب الثلاث هذه وحفظها قبل استكمال تعبئة البيانات في علامة التبويب المواقع إذا ظهرت أي من علامات التبويب باللون الأحمر فهذا يعني أن النظام لم يتحقق من صحة المعلومات قبل إضافة موقع سيكون الجدول الإجمالي لكل مجموعة فارغاً ولن تتم إضافة أي موقع سيتم ملء هذا الجدول تلقائياً بواسطة النظام عندما تقدم معلومات عن كل موقع وقطاع يمكنك تمرير مؤشر الماوس فوق رمز المعلومات لعرض إجمالي الأشخاص المستهدفين تحت قطاع معين لإكمال علامة التبويب هذه، يجب عليك إضافة موقع أولى قم بالنقر على السهم لعرض المستوى الإداري ثم ضع علامة على مربع الموقع الذي ترغب في تحديده يمكنك الآن إضافة النسبة المئوية من قيمة الموازنة والنشاط وعدد الأشخاص المستهدفين تحت كل قطاع في كل موقع قموا بإدخال النسبة المئوية من الموازنة الكلية هنا التي سيتم إنفاقها في هذا الموقع لهذا القطاع يجب أن يكون إجمالي النسب المئوية لموازنة القطاع المخصصة لجميع المواقع 100% سيتم عرض القيمة العددية بالدولار الأمريكي تلقائيا بواسطة النظام قموا باختيار نشاطا أو عدة أنشطة سيتم تنفيذها في الموقع المحدد من القائمة المنسدلة جميع هذه الأنشطة المدرجة هي ما تم إضافته سابقا تحت علامة التبويب الإطار المنطقي أخيرا يرجى إدراج تفصيل لأعداد الأشخاص المستهدفين لكل قطاع في كل موقع للقيام بذلك يمكنك إما ملء الجدول يدويا أو تلقائيا Click on this icon لعرض تقسيم تقديري للأشخاص المستهدفين تلقائيا أدخل النسبة المئوية لهذا الموقع والقطاع وانقر فوق هذا الرمز سيتم عرض عدد الأشخاص المستهدفين المخصصين للقطاع والموقع تلقائيا بواسطة النظام بالإضافة إلى التقسيم التقديري حسب الجنس والعمر الذي يعتمد على المعلومات التي تم إدخالها في علامة التبويب الأشخاص المستهدفون والنسبة المئوية التي تم إدخالها في هذا الحقل على الرغم من ملء الجدول تلقائيا بواسطة النظام لا يزال بإمكانك إجراء تعديلات يدوية على الأعداد بإمكانك ملء الجدول يدويا سيتم احتساب إجمالي عدد الأشخاص المستهدفين حسب الفئة والجنس تلقائيا بواسطة النظام يمكنك النقر فوق مربع لعرض إجمالي عدد الأشخاص المستهدفين أثناء ملء الجدول هنا لا يزال لدينا 532 فتاة يمكننا إضافتها أو لموقع آخر لهذا للقطاع حال الانتهاء من تعبئة جميع الحقول يمكنك حفظ هذا الموقع وإضافة مواقع أخرى بتكرار الخطوات السابقة عند النقر فوق حفظ سيتم ملء الجدول الإجمالي لكل قطاع وموقع تلقائيا بالبيانات التي قدمتها لكل مجموعة يمكنك رؤية الميزانيات المخصصة لكل موقع والميزانيات الإجمالية لكل مجموعة تعرض علامة التبويب هذه أيضا النسبة المئوية للأشخاص المستهدفين في كل موقع والتي تعكس النسبة المئوية التي تم إدخالها إذا قمت بتوزيع الأشخاص المستهدفين تلقائيا إذا أدخلت تصنيف الأشخاص المستهدفين يدويا فستكون النسبة 0% وأخيرا يمكنكم رؤية التقسيم النهائي للأشخاص المستهدفين حسب الموقع والفئة قموا بالنقر فوق هذا الرمز إذا كنتم ترغبون في تعديل أو حذف موقع معين يمكن لخطأ نشاء عين منعك من التحقق من صحة وتوافق المعلومات الواردة تحت علامة التبويب يجب أن تتساوى الموازنة الإجمالية لجميع مواقع القطاع الواحد مع الموازنة الإجمالية للقطاع ككل على سبيل المثال هنا الموازنة الإجمالية لكل موقع على حدة أعلى من الموازنة الإجمالية للقطاع يمكنك تصحيح هذا الخطأ عن طريق زيادة أو تقليل قيمة الموازنات المخصصة لموقع واحد أو أكثر سيتم تمييز البيانات الخطأ باللون الأحمر بمجرد تحديث تقسيم الأشخاص المستهدفين يمكنك حفظ بياناتك تظهر المشكلة الثانية إذا كان التوزيع المستهدف للأشخاص لا يتطابق مع الأرقام الواردة تحت علامة التبويب الأشخاص المستهدفون يجب توزيع ومطابقة العدد نفسه من الأشخاص المستهدفين المحددين في علامة التبويب الأشخاص المستهدفون وعلامة التبويب المواقع في مثالنا، تظهر البيانات المقدمة في علامة التبويب الأشخاص المستهدفون 2880 امرأة في فئة المجتمعات المضيفة لمجموعة الأمن الغذائي والزراعة. إذا عدنا إلى علامة التبويب المواقع، يمكننا ملاحظة أننا أدخلنا 3114 امرأة في فئة المجتمعات المضيفة لنفس المجموعة. يمكنك تصحيح هذا الخطأ عن طريق زيادة أو تقليل عدد الأشخاص المستهدفين في موقع واحد أو أكثر. سيتم تمييز البيانات الخطأ باللون الأحمر. بمجرد تحديث تقسيم الأشخاص المستهدفين، يمكنكم حفظ البيانات. هذه نهاية مقطع الفيديو التعليمي حول كيفية ملء علامة التبويب المواقع في نظام إدارة المنح الموحد. إذا كان لديك أي سؤال أو تعليق، فلا تتردد في الاتصال بنا.